الحالة الثانية جاني مهندس زراعي وطبعا فاسيط برضو في نفس الفترة ستة شهور طول فقال لنا عندي حرائن في البول وطنقيته حصره وحاجات من دي يعني فالمهم هي الكلاب من حلال طب روح للدكتورة اللي بتكشفش على دكتورة حريم يا عم يروح في المهم من هنا اللي هنا قال لي لا اعمل لي اي حاجة طبعا اياما احنا كان عندنا دوة تركيب يعني احنا عندنا المواد الخام وبنركب من زي دلوقتي كل حاجة بتتبعها طبعا التركيب كان احسن بكتير من الدول بتتباعها جاهز فان المهم اي روح تعطت له معرفش ايه بوتاسيام يعني المهم ركبت له حاجات ايامها على بعضيها ودتها له فوارة وقلت له ده تشرب منها تلات مرات في اليوم في نسكو بقت مية وقتلاقي تفور واشرب وتوقع الله هتلاقي نفسك كويس فيش تاني يوم تلات يوم لقى كويس فراح هو طبعا عاوز يسد الواجب فالانا عزمك على اكلها طبعا ما عمريش روحت اصيوط الا في فترة التعيين دي فراح عزمنا على اكلها اما ديني الغيط معاه وراح جايب لي من الحاجة اللي بتطلع بوسط البرسيم اسمها دعضيع يعني بالله ناس اسمها كده وجبنا قديمة يعني بلعب فيها الدود ولونها اسفر وعيشت اضربه في الحيطة ما ارجعش لكن انا مضطر انا كدكتور مضطر ان انزل لمستوى اللي حواليه عشان اقدر اوصل وعالج احيانات الناس عشان افهمهم حتى في العراق كنت بنزل لمستواهم لو بيكلوا معرفش ايه باتطرقوا المحهم غصبا عني فلازم انزل للطرقاتي فطبعا انا اكلت وشكرت والبتاع لكن توب اروح تكملت الاكل في البيت يعني فالهي الفكرة اني دي الحالة التانية اللي عليكتها